اهلا شباب كل سلام وانتوا طيبين وربضان كريم وربنا ما يحرمني منك ولا يحرمكم مني وربنا ما يحرمني منك ولا يحرمكم مني والنهار ده هعمل تقريبا مراجعة على شوية كارتونيات من الانتاج العرب من دول مختلفة فقبل ما نبدأ من تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدأ نبدأ بقوي الكارتون من انتاج مصري وهو اللي فات سات ما تستغربش هيكون فيها اسماء اغرب قدام والمفروض ان ده كارتون اطفال وكارتون كوميديا كمان مش رعب اطعاد اول مرة في رمضان سنة الفين وطبعا لما ما كانش فيها امكانيات كبيرة وقتها فكانوا بيلبسوا الناس مسكوات وبيمثلوا على اساس النوم كارتون وبيكون بطولة الشويش عطية وابوا انشراح وانشراح مش فهمي الكوميديا ان انشراح كل ما تخلص كلام تحط البتاع ده على عرصها ولما تيجي تتكلم بتحوشه لفت نظر ان امنت المكتبة كانت بتاكل محشي وبال ما عرفتش اسماء الصباح المحشي وصبحها فكانت بتاكل صباحة وتوقع المحشي لحتى استسحى ماما كان مستغرب ودائما للبداية بتاعته بتحسها معمولة ما يديب ويب وعمر ما فهمت الكوميديا بتاعته انت محتاج زرع قلب وكلة وكبدي وقوانس كمان وعرفت في الاخر ان المفروض كارتون سياسي وبيرد قضايا المجتمع والحاجات دي تصوري الجزار النصاب اللي عن نصيا يدين مبارح كيلو لحمة بتلو بأشرين جنيه يدين مبارح كيلو لحمة بتلو بأشرين جنيه بأشرين جنيه بأشرين جنيه بأشرين جنيه فتقييم اليه ممكن ادي واحد من عشر لان لو كنت بسمعه انا صغير اصلا كان هايجري تراصد يشوس ونروح بعدها البكار اشهر عمل كارتون عربي ويعتبر مقبول شوية وممكن عادة اشوف دلوقت ده غير انه في الوقت اللي اللي بيتعرض فيه كان لعمل ضجة كبيرة وكان بيتم بس قول اكتر من سبع دول وبيحكى عن بكر الطفل الاسود وقريب وحسونة والمعزة بتاعته رشيدة الكارتونة اتعرض سنة الف تسعمائة تمانية وتسعين وتوقف انتاجه سنة الفين وستاشر وقتلاحظ التطور في الرسوم خلال السنين لانه تم تجديده مرتين واخر مرة كان رسم سري دي وهتلاحظ كامية غريبة من بكر ورشيدة وكانهم اكتر من بشر ومعزة وفي حلقة كانت عاملة ضجة كبيرة وقتها لما حسونة داخل لعبة الصبويه لان اللعبة كانت لسه نازلة في الوقت ده وحرفينها لعلم كله كان لعبها وبتكون قصة ان حسونة راحل محل وجاب الايباد اللي لسه نازلت وحسونة بيدمن على الايباد لحد ما بيخش في غيبوبة وبيحلم بالالعب اللي في الايباد في الحقيقة كان الكارتون جميل ويفكرنا بذكرات مش عايزة افتكرها المهم ما ادي الكارتون تقييم تمانية مدعشرة من ناحية القصة والبحتوى الهدف اللي فيه ونروح بقى للكارتون اللي خلينا يفسي اكون محقق وهو المفاتش كرومبو وهو كارتون الغاز كان بيتعرض زمان ومفروض ان بيكون في جريمة وفيه تلات مشتبهين ومن اللي ادلنا المفروض تعرف مين هو ست جمالات صاحبة العمارة الطويلة اللي في اخي الشارعنا ابنك واتصل بي عشان اعرف مين اللي زبطها ولما روحت وسألتها عن اللي تقريبا دخلت على نسخة غلط وبعد ما خلت شهرة كبيرة واتزعلة تمن قنوات اتعمل مسلسل كامل من تاتين حلقة وبيتعرض في رمضان كل حلقة حوالي عشر دقايق واتلاحظ القافية الغريبة في الاسماء ودي الكوميجية اللي كانت مشهورة وقتها الحج سيد اليا امبراطور الطعمية اللي انا جاب لي حمودة علشان كده ممكن تلاحظ الاساتيز بتعمل الحركة دي لما يضرب مسال انا استاذ كان بسمى العصائب بتاعته وسعديها بتروخ وعمر مضحكت عليها لا بصراحة هكت المهم اتلاحظ ان صوت المفاتيش كولومبو غريب جدا كانه بيتكلم وفي حاجة ببقه وبيكون معه في المسلسل ابن اخته سحس رغم انه كان كرتون اطفال بس كان برضه بيتكلم على القضايا الرئاسية واصلا الكرتون مختبس من المسلسل امريكي اسمه المفاتيش كولومبو تقييم الكرتون تلاتة من عشرة وانا عدت ساعة لشان اعرف الحلقات الاصلية من غير تحريف لانك سهل تقلت صوت المفاتيش كولومبو والكرتون اللي بعده هو عصام والمصباح وهو اكبر عمل مصري من حيث الحلقات بستمائة حلقة تقريبا بينافس وانبيس وبيعقى قصة ولد اسم عصام الدين واخوه بيكون علاء الدين اه علاء الدين بتاع المصباح السعري وبيكون عصام غيران منه تخيل عصام اللي شلته كلها بنات ومصاحب ياسمين اللي انا كنت موت عليها وانا صغير يغير من علاء الدين يا خيال المهم عصام بيجي المصباح سهري زي اخوه ولكن المصباح ده بيكون فيه جن غريب اسمه شفيق شفشق تخيل ده اسمه واحد جني المهم شفيق مختلف عن بقى المصابيح ولازم انت لتحقق احلامك بنفسك او تحقق احلام شفيق مش فاكر انه بالزبط وكل حلقة بنشوف عصام بيعمل مغامرات هو والملكة ياسمين وبيتعلم حاجات جديدة وبيطور من نفسه وبدل ما كان في الاول شخص فاشل بقى مكتهد وملتزم تقييمي الكارتون بصراحة هو حلو هدله سبعة من عشرة بس علشان ياسمين هدله تسعة ونص من عشرة ونيجي بقى الكارتون السعودي بعظم الكارتونات السعودية قصص انبياء وقصص تاريخية ولكن اتوقف عند التعفة اللي تعمل سنة الفين وخمسداشر وهو فيلم بلال فيلم سلاسي الابعاد بيحقق قصة الصحابي الجليل بلال ابن رباح مؤزن الرسول ولكن تتخيل صديقي ان الكارتون ده عربي من ناحية الانيميشن والتحريك والتأديه الصوتية غير القصة العظيمة واستغرق الفيلم عمله تمان سنوات ودخل موسوعة جينيس للارقام القياسية بسبب ان كان فيه اطول مشهت لمعركة استغرق عداشر دقيقة تغير ان الكارتون اتعمل باللغة العربية والانجليزية وبقى كقصة بلال وبيكون طفله صغير وكان نفسه يكون محارب وبنشوف بقى بقية الاحداث اللي حصلت في الفيلم واللي بصراحة ما يقلش حاجة عن افلام ديزني تقييمي عشر من عشر ونيجي بقى للقبطان عزوز انا عارف ان الغد دلوقتي بتكلم عن كارتونات مصرية والمفروض انه يكون من دول تانية بس قدام المهم القبطان عزوز كان كارتون بيتعرض في رمضان سنة الفين وتسعة وبيحكي عن واحد اسمه عزوز اللي والده ساب له سفينة اسمها الشمندورة وعلشان كده بقى اسمه القبطان عزوز ولكن لا هو قبطان ولا حاجة بس في شوية مميزات تخليه قبطان زي النغاب وهبل وبيكون معه طاقم وبيكون اغبى منه الرسومات غريبة شوية لانه هو موضين راس الممثل وحطينه على جسم كارتون وبيكونه حاجة اشبه بفيلم ورعب بس من ناحية الكوميديا هو كوميدي شوية تعال يا قبطان تعال هاشتكك شوية نزلني نزلني وتم تجديده مرة تانية سنة الفين وتمنتاشر بس المراضي اتغير الاسم من قبطان عزوز لكابتن عزوز واكيد انت مش شاف فرع كبير ولكن حصل الفرع كبير قبطان لما كان على السفينة دلوقتي كابتن علشان معه طيارة وتقريبا هو باع السفينة بتاعته وغير التقم بتاعه وباللاحظ الفرع الواضح في الجودة تقييم الكارتون ككل ستة من عشرة والكوميديا اللي فيه حلوة برضه واخر كارتون مصري معنا هو قصص القرآن الكريم وهو اجمل حاجة معنا النهاردة الجودة اللي فيه حلوة وامكانات التحريك مش قوي بس حلوة برضه وفيه كذا جزء قصص العجاب في القرآن الكريم وقصص الايات في القرآن الكريم وقصص الانسان وقصص الحيوان وقصص الانبياء وقصص النساء وبيعكي عن راجل كبير في السن طبعا في كل جزء بيتغير شكله وبيكون قاضي وبيروع كل يوم بعد شغله وبيعكي قصص دينية سواء العفادة وبنته وبصراحة بتعجبني القصص قوي بس المشكلة انها بتيجي عند الحتة المشوقة ويقول لك البقى الحلقة الجاية بس الكارتون فيه موعزة جميلة وبنسب جدا للاطفال وللشهر جدا هو قصص النساء في القرآن وبعدها كان قصص الانسان واللي مختلف شوية وبيكون فيها البطل هو قبطان سفينة بيعكي القصص للتقم بتاعه بنفس فكرة بقى الاجزاء تقييم الكارتون تسعة من عشر ويستاهل اكتر نروح بقى الكارتون الاماراتي اتعرض في رمضان سنة عالفين وستة مش عارف كل الكارتونات بتتعرض في رمضان وبالمناسبة ده هو الكارتون اماراتي بكوان من سبعين حلقة وتوقف عرضه ساعة عالفين وتلاتاشر اللوجو بتاع الكارتون غريب دماغي كانت بتوده تجيب وانا صائم لحد ما عرفت ان البتاع ده المسك اللي بيلبسوه هو بيحكي عن اربع ستات كمار في السن عايشين في دبي ياه كان في حلقة واحدة منهم بتتحس بنا على العيشة في دبي وبيحكي ان الكارتون بغامرات الاربع ستات وبتكون بغامرات شايكة جدا وهما بيحضروا اكل وبيعدوا يتكلموا على الرايحة واللي جاية وده بيمسل الواقع الكارتون مناسب جدا للبنات اللي قال من سنتين المفروض انه كوميدي بس انا ما فهمتش الكوميديا الموجودة فيه تقييمي الكارتون اثنين من عشر وما عجبنيش بصراحة بعد كده ينيجي للكارتون العراقي وهو الفشفيش واللي بيحكي عن قصة الحياة اليومية للطبقة المتوسطة والفقيرة في العراق وابطال الفيلم هم عائلة العتاكة وبطالها العتاك اللي فيه برضه كارتون اسم العتاك والاسم الغريب ده طبعا علشان تبع العراق وتعمل في ساعة 2018 بتكون من 13 حلقة بس الانميشن مقبولة شوية وبنشوف مغامرات العتاك والباقي الكارتون مسلي بعيدا عن الرسومات واللهجة اللي مكنتش فهمها بس احبيته يعني لو انا كنت عراقي كنت افهمه بس تمتع به اكتر وكارتون حلو قد له تقييم خمسة من عشرة والكوميديا اللي فيه حلوة نوعا ما نروح بقى للكارتون الجزائري واتكلم عن المفاتش موركو وتقريبا حسيته شبه المفاتش كورومبو ده لو ما كانتش هو وهو محقق بيحقق في القضايا المشكوك فيها والمسرعة للشكل الكارتون اللي انا مشان فيه كويسة اتعرض اول مرة سنة 2014 وتعمل له موسمين وتعرضوا في نفس السنة وتوقف برضه في ساعة 2014 وبيعمل نفس فكرة المفاتش كورومبو وهو بيجيب الأدلة ويقول لك على المتهمين وانت المفروض تعرف مين المتهم الحقيقي وبصراحة ما فهمتش حاجة لطلقا مع الكلام ومش عارفوا ما بيقولوا ايه بالزبط كولة يا سير عندي الشي كولة بصح وش بيك حسين غير الخير اليوم جابه هنا أستاذ جديد ما يعرف ويلو اللي هو واحده برا ما تخافش الحمارة ايها يا ما فيها السردقين اتفضل حاول خبز في بلاستوك العادة ولما تعرف المتهم تبعت لهم على الرقم نفس حكاية المفاتش كورومبو تقييمي له يهدي تلاتة من عشرة واخر كارتون معانا وهو مغربي واسمه راسو الضرب اللي اتعرض سنة الفين وعشرة ومش عارف بيحكي عن ايه بالزبط ولا عارف هو كام حلقة اصلا ولا ما فهمتش اي حاجة خالص وبرايي هو كارتون مرعب اكتر من كونه كارتون كوميدي الرسوم مش مناسب خلص للاطفال وانا اصلا حسس انه بيتكلم عن تجار مخدرات تقييمي الكارتون واحد ونص من عشرة وكده انا اكرمه جدا وبكده هيكون وصلنا الاخر الفيديو وافضل كارتون عربي في صراحة هو بلال والبيئة يعني مش قوي المهم من دي نهاية الفيديو اشوفك الفيديو الجاي سلام